متعة كأس العالم تتواصل الإصارة تتواصل الأهداف تتواصل الدموع والأفراح يتواصلون النهاردة كانت مباراة مهمة جدا ومباراة ممتعة جدا ومسيرة جدا بين منتخب إيران ومنتخب ويلز انتهت منذ قليل بحمل كارلس كوروش مدرب منتخب إيران على الأكتاف وبصراحة فرحة هستيرية لجماهير المنتخب الإيراني ولاعبي المنتخب الإيراني بعد الفوز على ويلز اتنين مقابل لا شيء تخيالوا معي الهدف الأول جاء في الدقيقة 98 في الدقيقة السامنة بعد 90 في الوقت بدل الضائع وأيضا الهدف الثاني في الديئة 12 بعد الوقت الأصلي وبالتالي هدفين في الوقت القاتل لمنتخب إيران يهدو المنتخب الإيراني أول سلاس نقاط في كأس العالم قطر 2022 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام أهلا بكم في فيديو جديد أتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد كارلس كوروش سبحان مغير الأحوال بعد الانتقادات الشديدة لأداء كارلس كوروش في أول مباراة أمام منتخب إنجلترا اللي اتهازم إيران ستة مقابل اتنين كارلس كوروش اليوم أصبح بطل قومي في إيران بعد حصد أول سلاس نقاط وأول فوز في كأس العالم قطر 2022 بصراحة لو جاينا نتكلم مين يستحق يفوز المضمارات النهاردة هنقول منتخب إيران هو اللي عنده الهجمات الخطيرة هو اللي عنده الفرص الخطيرة هو اللي عنده الكوروش في العرضة صحيح منتخب ويلزي كان مستحوز على الكوروش لكن استحواز سلبي أما منتخب إيران كان شجاع جدا على المرمى كان خطير جدا على المرمى وجاء ذلك طبعا الهدف الاول والهدف التاني بعد طرد حارس المرمى الويلزي بعد ما تدخل تدخل عنيف جدا ضد مهدي تاريمي مهاجم منتخب ايران وبالتالي طرد مباشر لحارس منتخب ويلزي بعد هذا الطرد تشجع كثيرا لاعبي المنتخب الايراني وصوبوا على المرمى اكثر من مرمى من مرة وبالتالي جاء الهدف الاول من تصويب بعيدة المدى كانت تصويبها قوية جدا من خارج منطقة الجزاء صوبها لعب المنتخب الايراني لا يستطيع الحارس الويلزي صد هذه الكرة القوية وتعلن عن الهدف الاول لايران بعد كده اتفتح طبعا الدفاع الويلزي واستطاع المنتخب الايراني من هجمة مرتدة سريعة احراز الهدف التاني لينفجر الملعب وسط الجماهير الايرانية وفرحة هستيرية من لعبي منتخب ايران ليصبح ترتيب المجموعة الحالي قبل المباراة الثانية من هذه المجموعة في الجولة الثانية مباراة انجلترا ضد امريكا الترتيب انجلترا ثلاثة نقاط من مباراة واحدة ايران ثلاثة نقاط من مبارتين ويلزي نقطة واحدة من مبارتين امريكا صفر من النقاط من مباراة واحدة طبعا المباراة الثانية في هذه الجولة ستكون بين انجلترا وامريكا اليوم اما الجولة الاخيرة التي ستكون حماسية ومسيرة جدا جدا يلتقي منتخب ايران مع منتخب امريكا ومنتخب ويلز مع منتخب انجلترا وبالتالي كل الحظوص قائمة في الجولة الاخيرة اعتقد كانت مباراة مسيرة مباراة ممتعة ومتعة كأس العالم تتواصل تابعونا بالله يكون الاشتراك عشان تتابعوا معنا كل اخبار كأس العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته